مسألة إشاعة المرأة مسألة إشاعة المرأة الشيوعين كما قالوا في البيانة الشيوعي قال وغاية ما يلام عليه الشيوعيون أنهم يريدون إشاعة صريحة للنساء بدل الإشاعة المغطى بالرياوة المداجة يعني دارين ما في حاجة يسمى مجتمع يكون common for all ما في حاجة يسمى مرتك ومرتك أو أختي وأختك فيهم تمافي بس بيتين ما للساعة 12 أقرب باب تدي شلوت وتجي خاشي طوالي تقيل طوالي أو تبيت أو تسوي ما يحلو لك تبقى زي البهيمة عشان كده في مدارس التربية أنا ما أعرفين أبقروكم لا أو لا لا في مدارس التربية في مدرسة يسمى المدرسة الجنسية تعطوا أحد اسمه فرويد كويس دقال إن البقرة حينما تلد عجلا فيكبر هذا العجل ويشتد عوده يناطح أباه من أجل أمه نريد مجتمعا شيوعيا مثل هذا المجتمع شاكده دائما أحسن غنية للشيوعين بيقول لك والله نحن مع الطيور لأنه دارين يمارسوا هذه المسائل والأدبيات والأفكار ولا تعال ناغشنا قل لنا كارل الماركس ما قال الكلام ده تهمت؟ ويدخل بعد الشيوعين مجموعة من العلمانين المتبنين العلمانية ونحن بنقول العلمانية دي كفر بالله سبحانه وتعالى وفاشلة وفارغة وما قدمت للسودان وما حتقدم للسودان أي حاجة والتردي الحاصل في السودان من أسباب الشرك النشرة الصوفية ومن أسباب العلمانية التقلق هنا في السودان حكمنا بشريعة حكمنا بعلمانية والعلمانية هي معارضة لله في أحكامه الله يقول أحكموا كده يقولوا لا ما دايرن حكمك يا الله الاقتصاد كده يقولوا ما دايرنه المرأة تكون كده ما دايرنه ده الشغل بتاع العلمانين كل العلمانين في أمتى؟ ودي العلمانية وبعدين نتحدى العلمانين اجيوا يناقشون في العلمانية زاتة تجي تناغشنا تقول لنا العلمانية كده وتعريفة كده وهي كده تعال العرف تعال ناغش في أمتى؟ ما يبقى كل كلام فارغ والنضال وسوف نسحقهم وإننا وتلك الجبهة الفاشستية كل نظم الشعب السودان فتر من النظم النظم فتر منه يجي كالصادق المهدي كواحد علماني انضم لك يجي الترابي كواحد علماني يجي انضم لك يجي مولانا محمد عثمان ميرغني يجي انضم لك ما الناس استفادت حاجة من هذه العلمانية ولذلك التردي هنا في السودان جاء من هذه الاحزاب العلمانين اديك عنهم نبزة بسيطة جدا العلماني اخواننا عرفوها اسيادة لما انتجي ترجع للعلمانين قالوا هي حركة اجتماعية تهدف الى صرف الناس عن الاهتمام بشؤون الاخرة الى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط بيقول لك نحن زي ما بقولوا المستقلين بيقول لك نحن يعني برنامجنا معاك ما فتحنا قبر ولقينا زول بيعزب او ينعم شوف زول البليد الماب يفهم ونفس الانكار بتاع التراب ده ده نفس الشغل بتاع ناس ابو لهب وابو جهل طيب سؤال يا ابو لهب الجديد اللي هو الترابي حصل اليوم شفت الروح الروح دي فيه ولا ما ربنا قال في صورة الاسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اتيتم من العلم الا قليلة انا دارك يا الترابي تجيب ليه اثنين وقية ونص بتاعة الروح تقدر تجيب؟ ما بتقدر تجيب طيب تقدر تجيب ليه ثلاثة كيلو بتاع كراهية حل ela تؤمن بالكراهية ولا ما تؤمن أنت بتكره الكيزانة ولا ما بتكرههم الادوك شلوت الدرك شلوت البيقلاف في صينية كل مرة مع اللفة بتاعة الصينية يجدع لي حاجة من الدين فهمت شغاز الخلاط بتاعة الخراصانة كل مرة يمرو ليه حاجة جديدة فهمت هل تؤمن بالكراهية بتكره الكيزان دل ولا بتكرهم إذا بتكرهم الديني ثلاثة كيلو كراهية vậy انت قلت لازم تكون حاجة ما ديها ده كل باطل فهمت ولذلك العلمانية يا أخوانا هي مناقضة للدين ونحن كمسلمين ما محتاجين للعلمانية ولا في سبب مقنع ومبرر مقنع لقيام العلمانية عند المسلمين معلش هناك عند النصارى وإن كانت أسباب واهية لكن قد تكون وديها عندهم ليه؟ لأنه كان هناك الدين محرف لكن أنا دائر علماني الراجل كويس وعنده شجاعة بالقدر الكافي يقول إن القرآن محرف أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام محرف تقدر تقول؟ ما بتقدر تقول لكن الإنجيل محرف الإنجيل فوقه الأنبياء بتصارعوا مع الله الإنجيل فوقه إن الأنبياء بيزنوا بيبناتهم والعياذوا بالله ده كله قاعد في الإنجيل أنا بس كنت مستعجل ما جبتوا معي كله قاعد الحمد لله صوفي كدبك قاعدة نصراني كدبك قاعدة إبليس لو رفع يده دائر فرصة برضو الآيات مجاية كله قاعد فيمت بس إنت تشيط حيالك كيف وتدوق للجماعة اللي بيلعبوا دوري ممتاز رابطة ما دارهم فيمت ناس سنترليك وكاتورجوبة ما ممكن يلعب مع الترجز التونسي فيمت عشر صفر من البداية تجيب الجماعة الجواكيم الكبار العينك تدق فيك مقلب ودخلك معاك الصفقة طرق 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 حرية فيمت العلمك الصفقة تجيبه يناغش أما انت ذو المسكين دلوك تابع ساكت ما تجينا عشان الكبير ده ننتي منه سريع سريع والناس تعرف انه علمانيا ما في فيمت شيوعية ما في أحزاب في الدين ما في يخشوف المسلمين ديال كانوا قويين كيف لا كان في حزب أمة لا في أنصار صنة لا في طرق صوفية المسلمين كانوا قويين كيف أمير المسلمين عشان يحدد بلده قال بعائل للسحاب ويقول له أمطري حيث شئتي فإن خراجك سوف يحمل إليه شوف البلد دي عجيب كيف شوف العز دي كيف فيمت لما انجوا الاثنين من الفرس الذين أرسلوا إلى عمر رضي الله عنه ووجدوه قائلا زي الوقت دا زاته راقد تحضوا الشجرة قالوا أين أمير المؤمنين أمير المؤمنين وينه قالوا لهم داك الراقد دا هذا هو أمير المؤمنين الراقد لغاية ما نظم فيه والشاعر وقال فيه قولته الشهيرة وكذلك الحكيم المشهور قال لقد عدلته فنمت يا عمر أل كان فيه آتو حزب أبو هريرة كان تابع آتو طريقة رضي الله عنه أه عثمان عفان كان مباري اليو بي اف ولا 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 علي رضي الله عنه كان تابع للحركة الثورية ولا واحد من الصحابة كان موتمر شعبي دا كله لعب تفتل أحزاب دي كلها لعب ونحن دارينا نقشك بعلم نحن هنا في الجامعات دي الجامعات دي محل يسمى تابعة لوزارة يسمى التعليم العالي والبحث العلمي يعني إنت هنا المفروض تقرأ براك سبعين في المئة قرأة لك الدكتورة اللي بيخش لك في المحاضرة دا بيدي خطوط عريضة يقول ليك المحاضرة دي واحد نين ثلاثة أرجع المرجع الفلاني الفلاني إنت تمشي تكوين مادتك لأنك في طورة تكوين لكن أحزاب ندل فشنك ساكت والله دلالك الواحد تلقاوه بس مباري أبونا الشيخ طار وأبونا الشيخ ركة ومعنا الصادق المهدي جارين وراه وجاي جاري وراهنا ما في أي حاجة في امتى؟ عشان كده البلد دي تدمرت نحن دارين نرجع بالناس إلى سيرة السلف الأوائل الذين ملكوا الدنيا ملكوا الدنيا كله ملكوا أبا شنوه؟ جوا ما كان في أحزاب ما كان في جماعات ما كان في شحناء بين المسلمين ولذلك الأمة انتصرت وقويت لأنه لما تكون الأمة متوحدة بتنتصر على غيرها أما الأمة لما تبقى كل أحزاب وكلها جماعات بتدفرتك يعني مثلا الليلة جاء غرار من الغرارات يجوك الشعبين يقول لك والله يسيدنا الترابي قال كده وحزب الأمة يقول لك الصادق المهدي قال كده والاتحادين يقول لك محمد عثمان المرغني قال كده وكل جماعة وكل حزب وتنظيم يقول لك أنا جماعتي قالوا كده فما يسمعوا وتتفرق ويتفرق أمر الأمة ونحن بنصبح لغمة سائغة عشان كده يا أخواننا عشان كده يا أخواننا الأمريكان وغيرهم الكفار دل طبعا نحن بنتكلم بالمنطق ده وإن كان بنعرف إنه عموم الطلبة تكفيهم الأدلة لأنه الأحزاب دي ما بتومين لك بآياتها حديث أمريكا الكبيرة دي فوق حزبين بس الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي ناس كيلنتم بيجاي وبيجاي بيغادي الجماعة التانية كويس؟ أمريكا الكبيرة نحن تعالي شوف أحزابنا هنا كم؟ المؤتمر الوطن المؤتمر الشعبي حزب الأمة جنح نهار حزب الأمة القيادة الجماعية حزب الأمة الفيدرالي حزب الأمة الغومي كويس؟ حزب الأمة التحرير والعدالة 700 حزب أمة الاتحاد تلاتة هيئات ومرجعيات ومعارف يراغات واللجنو ما بعرف في إمتى؟ تمشي بيغادي تلقى التاني تلقى جنو؟ كل كتار الشيوعين الحزب الشيوعي حركة حق القديمة والحديثة ومعرف ليك قوة التجدد القديمة ومعرف ليك حزب مؤتمر الطلاب المستغلين كتار السودان 2008 لما عملوا قائمة الأحزاب فيه أكتر من 108 حزب 108 من الأحزاب ديالي اتفقوا كيف؟ أسئلة قدوم السلطة دي قال لهم هاكم اتفقوا كيف؟ يقسموا لهم على ياتوا قسم دي في إمتى؟ عشان كده يا أخواننا نحن عايشين عايشين زمن بتاع استضعف زمن بتاع تفرق ولا يجمع هذه الأمة كما قال عمر رضي الله عنه لما كان ماشي يستلم مفاتح بيت المقدس وكان يركب مع مولاه عمر رضي الله عنه على البغل والحمار متواضع ركب على الحمار ولما نماشي هو الغلام بتاعه كان بيتعاقبه مرة عمر بن خطابش بيرجوله ويركب مولاه ومرة يركب المولاه ويمشي عمر رضي الله عنه وهكذا فلما كان آخر مرحلة إلى بيت المقدس كانت نوبة الغلام نوبة مش معنى الدقة نوبة يعني يعني كرة ومرته ونصيبه كويس؟ لما نجاد نوبة الغلام آخر مرحلة ركب الغلام وعمر رضي الله عنه ماشي بيكر عينه قال فاعترضتهم مخاضة طين موية قال فأخذ عمر نعليه ووضعهما تحت إبطيه ثم خاض المخاضة قال واستقبلوا أبو عبيد عامر بن الجرح رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فقال أبو عبيد رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين أتفعل هذا في يوم أعز الله فيه الإسلام فقال عمر لو أن غيرك قالها يا أبا عبيد نحن قوم وده شاهد من الكلام أعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله وانا دار بعدين زول يجي يقول لي العلمانية هي أنفع من الدين في السودان لواحد اثنين ثلاثة وانا نقشك بالحتة بإذن الله كويس نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله وده الحاصل على الأمم الإسلامية الناس يتفرتقوا ويتفرقوا وبيقى الجماعات كويس يا أخي في الحرب النقصة سنة سبعة وستين الناس اللي قروا التاريخ أو أزولا عنده مطالعة بسيطة وعنده اهتمام بالمسائل دي بقروا لك في كتب التاريخ حرب النقصة سبعة وستين كانت حرب بين اليهود وبين المسلمين وإن كان الزمن داكم رافعين شعار العروبة وده من العنصريات الباطلة الفارغة التي ألغاها الإسلام ما في حاجة يسمانا جنسي كده ونقبلتي كده ده كل ما بحل لك ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شنو شعوبا وقبائل لتفتخروا ولا لتعارفوا لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله يا تو ما جاب قبيلة فلانية ولا قال أتقاكم أتقاكم إنت عندك دين النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال رضي الله عنه لقد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أنا مبارح سمعت صوتني عليك قدامي في الجنة وإذا بقيت من قراش وإنت ما عندك دين فإنت ما عندك أي غيمة في الإسلام ربنا قال تبت يد أبي لهب وتب إنت قال أبو لهب ده اسمه أبو لهب ده لقبه وسمي أبا لهب وهو اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب ابن عبد مناف عم الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه عبد العزة قالوا سموا أبو لهب لأن وجهه كان يلهب جمالا وحسنة ربنا قال الزول الوجيه والوسيم ده تبت يده تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب مصيره وين سيصلى نارا ذات لهب عشان تعرفوا أنه ده كله ما عنده غيمة في ناس الآن برفعوا ليك القومية العربية زي حزب البعث العربي لما بعرفين فيه ولا ما في ما فينا مش كويس وأوى الناصريان ناصريين العرب في امتى أو غيرهم وفي كمان تنظيمات بترفع شعار الأفريقانية وذي انفصلوا ناس الانف الجبهة الوطنية الأفريغية ناس الحركة الشعبية انفصلوا فاته في امتى فنحنا ما عندنا شغلة بأنه جنسك شنو لونك شنو نحنا عندنا إنت مع الدين ولا ما مع الدين لو بيقيت مع الدين لو بيقيت أعدى أعدى الإسلام وتبت إلى الله سبحانه وتعالى إنت تكون شنو ربنا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة أها وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين أما إذا بيقيت أبوي وبيقيت مجرم أنا برصعك لما أنت تكيف ليه لأنه أنا أنا تعاملي معاك بحسب الدين ال67 دين رفعوا شعار العروبة قالوا عرب عرب كويس وكانوا ما سكننا ناس العروبة في إمتى سبعة جيوش واليهود جيش واحد في ستة أيام الدوم سيكسوية بلغة البنك في إمتى ستة جيوش لطا شواء في ستة أيام لأنه اليهود في الزمن اللي كانوا شعالين فوق صحيفة من التوراة تلمت يقرأ كده العبادة الباطلة بتاعتهم دي في إنا عبادة باطلة في إمتى المسلمين شعالين أم كلسوم تغني لهم النبق وأنت وأنا من حقنا نفرح نطير زي الفراش تلقانا ساقعة خمنا لأنت يلقوك لنا يتخيل دا ذو المعرك لجهات شعالة للرادي وبيسمع فيهم كلسوم وديلك شعالين قالين حرب دين ويقروا من التلمت عشان كده هزمونا شر هزيمة وإلى الآن الناس بيتكورك من سبعة وستين وتمانية واربعين والإنجليز وعدوا الفلسطينيين وقاموا غشوم وجات معارف اتفاقيات تعت سايكيس بيكو وقاموا يعني قسموا الوطن العرضي وتاريخ طويل جدا الناس بيتقرى فوقوا سببوا شنو سببوا انو المسلمين ما كان الهدف بتاعهم والغاية بتاعتهم الدين وتخلوا عن هذا الدين ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خذله ومن أعظم الخذلان مسألة العقايد المنتشرة الآن وده كلام كتير وانا بإذن الله حركز عليه لكن أنا قلت كلام قلت كلام عام وإن كان الكلام ده يحتاج إلى منابر ويحتاج إلى نقاش ونحن عندنا الحمد لله في الجامعات دي نقاش طويل جدا مع التنظيمات وما عنده أي حجة والله التنظيمات دي غير الكواريق أو العنف تلقى بيجاي جبهجية وما عارف معاهم شنو تلقاهم بالشاكل أصل الكوز لا يعرف من القرآن إلا قول الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد منافع للناس ذاته ما بحصلها بس يقف لك بأس شديد الليل الليل يا ليل حلات السيخة بالليل الجامعة تلقا زي زي الميدان بتاع الكورة سكسك بس سكيناكم وسكيتونا وده كله باطل وما نافع وما بيخدم الأمة في حاجة ما في أمة قدمت ما في أمة قدمت بالطريقة دي أمة قدمت بالطريقة دي ما في الأمة بتتقدم بالعلم بتقرأ كويس نحن جامعاتنا دي يا كاف البلاء لا فيها قراية زي الناس ولا فيها إلا من رحم الله ناس دارين يقروا زي الناس ولا التنظيمات كلها دارين الناس يقروا كويس ولا بتقدم لهم مادة الطالب دا لما نجيه ويقفليك وإن كان ما مفروضاته يقفليهم لأنه ما عندهم حاجة ومناهجهم باطلة برضو ما بتقدم لهم حاجة الكلام طويل ويطول والنقاط كتيرة لكن نفتح الفرصة للمداخلات والحوار والنقاش أول أسئلة والاستفسارات ترجمة نانسي قنعійсь ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنيعس